في طبعا يعني أسماء كتير ذكرت في الميلاد خليني أذكر مثلا بيتكلم في نبوة نبي شرير في العهد القديم اسمه بلعام بسميه نجم يعقوب ولما المجوز تبعو النجم وقف النجم حيث وين كان يسوع المسيح واحد من الأسماء المذكورة بشكل مستمر المسيح يعني قال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فمعروف أحبائي من النبوات نبوة دنيال ونبوات العهد القديم أنه المجيء المسيح الشعب القديم شعب اليهود كان بيستنوا المسيح المنتظر وفي البشارة أحبائي للرعاة بيتكلم المسيح مخلص الرب وهذه بتشبه البشارة اللي تكلم فيها الملاك للقديسة مريم العذراء عندما سألت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله من هذه الآيات بتشوف أن يسوع هو المسيح هو الممسوح هو التتميم لنبوات العهد القديم وكلمة ممسوح هي كلمة جميلة جدا ممسوح مش بالزيت مثل الملوك ومثل الكهنة أحبائي للخدمة لكن مسحة المسيح مسحة الابتهاج مسحة إلهية كما قال يسوع في مجمع الناصرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأشفي المنكسر القلوب وأيضا أحبائي قيل عن يسوع في أعمال عشرة يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس فهذا يعطي المصداقية وهذا يعطي الشرعية أنه فعلا يسوع هو ابن داود تمت فيه نبوات العهد القديم وأنه المسيح أي الممسوح من الله مسحة إلهية وأنه الله ختم على يسوع المسيح وأنه الله صادق وكل من يؤمن بيسوع أنه المسيح ولد من الله كما يقول الكتاب المقدس ولاحظ من الآية التي اقتبستها كلام الملاك للمطوبة القديسة مريم العذراء إذ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك لاحظ الكلمة الأولى القدوس بالعربي في قديس وفي قدوس بالعبر نفس التعبير في كديش وكدوش كدوش تقال عن الله وحده فكيف يتنبأ الملاك للقديسة مريم ويقول أنه الطفل اللي رح يكون في بطنها هو القدوس هذه واحدة من أسماء الله وتكررت بالكتاب المقدس في سفر اللويين وتكررت في سفر إشعياء اللي بتتكلم عن شخص كمان عن الله القدوس يسوع المسيح ومش بس المولود منك القدوس يدعى ابن الله وإحنا حكينا حلقة كاملة عن ابن الله فيك ترجع لهذه الحلقة كلمة ابن الله يعني مش من الأرض هذا تميز المسيح أنه يختلف عن سائر البشر أنه حبل به بالروح القدس ولاته عذروية وأنه جاء من السماء جاء من السماء كما قال عنه يحنى الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فإذن يسوع المسيح ابن الله هو الذي يعبر عن جوهر الله وهو الذي يعلن الذات الإلهية والذات الإلهية معلنة من خلال شخص المسيح قال يسوع من رآني فقد رأى الرب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره هو التعبير التعبير عن الله بتشوف الصفات والطبيعة والأعمال والأسماء والمحبة كلها في شخص يسوع المسيح وهذه المواصفات لا تجدها إلا في الله وحده فالمسيح هو ابن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر